اشتركوا في القناة والقانونية والتنموية وتحسين قدرات أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية في البلاد العربية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطوير اللوجيسيات سواء كان في الجمارك أو الموانئ مما يزيد تنافسية هذه الموانئ وأنظمة الجمارك بحيث أن تصير هذه الدول أو المدن اللي عليها الموانئ محطة لجذب مزيد من التجارة وهذا يعني أيضا هو مزيد من التطور في العمل العربي المشترك نحن نعلم أن الجمارك والموانئ بينهم علاقة تكاملية وتفاعلية وهذا التكامل بيتم من خلال آليات معينة بمعنى أن الموانئ يجب أن تكون موانئ لوجستية فيها كل المقاومات التي تجعلها تتمتع بميزة نفسية على سبيل المثال أن يكون هناك في الميناء إمكانية لأن يكون لها قيمة مضافة للسلع والخدمات ولا تكون هذه الموانئ مجال التخزين فقط تسهيل العمليات الجمهورية وإيجاد لوجستيات حديثة تساهم في جعل الموانئ بوابات تعبر منها البضاع في أسرع وقت كل ما يدور داخل الميناء من تسهيلات سواء من هيئة الميناء أو من أي إضافات بنقدمها لإدارية أو IT بتكون لخدمة عملية تنفيذ الإجراءات الجملكية فالجملك بيبقى هو العمل الأساسي أو المحور الأساسي للعمل داخل الميناء الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يشارك فيه نخبة من المحاضرين من ست دول عربية عبدالله شرعى التلفزيو الأردني مدينة العقبة